اكتر مسكه طبيعي فعال انا جربته لتفتيح البشرة لنظارة البشرة بمجرد ما انت بتحطيه على بشرتك وتخسليه بتلاقي بشرتك فيها نظارة بتلاقي بشرتك صافية نعمة والاهم من كل ده انه كمان بيعمل احساس لشد البشرة ولما تنتظم عليه هتلاقي فرق كمان فيه التصبغات عندك وفيه تفتيح البشرة ومسك ده سهل جدا بيتعمل في دقيقتين ومكونات في كل بيت يالا نحضره مع بعض كل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنجيب اول حاجة معلقة من بزور الكتان او من سميها مزور الكتان مليانة مواد مفيدة جدا للبشرة اولا فيها فيتامين سي فيتامين اي بدون مضادات اكسادة قوية جدا فيه تركيز عالي جدا من معدن السيلينيام اللي هو اقوى مضادة اكسادة ممكن نستخدمه ويعمل لنا نظارة في البشرة او اقوى معدن بيحقق عندنا نظارة في البشرة فيه كمان فيتامين بيه مركب خاصة تركيزات عالية من الصيامن عندنا حجز البشرة وبترطب البشرة كويس جدا وبتزوت عندنا مرونة البشرة فده هنحتاج منه معلقة كبيرة الحاجة التانية اللي هنحتاج منها حوالي تلت معلقة كبيرة وهي القهوة ليه بحط القهوة لان القهوة فيها حمض اسم الكليونرجيك اسد وده نضادل تهاب قوي جدا وفيها كمان حمض اسمه الكافيك اسد او حمض الكافيك وده مضاد الشيخوخة او علامات تقدم السن مضادة اكسادة وكمان بيفتح عندنا تصبغاته مؤشر ومجدد لخلايا البشرة هنحضره بمنطقة البساطة ان احنا هنجيب معلقة كبيرة من بزرق الكتان عليها تلت معلقة كبيرة من القهوة ونحط عليهم نص كباية مية ونغليهم على النار زي ما هيظهر عندكم وليبدأ ان احنا نقلبهم لحد ما ياخدوا قوام الجل بعد كده هبدأ ان انا اصفيه بمجرد ان انا اصفيه ممكن يبقى خفيف شوية بعدها هيبقى معاكم بالقوام والشكل ده اللي هو بيبقى تقيل شوية المسك ده نتيجته فورية مجرد ما انتم بتستخدمه بتلاقوا نضارة بتلاقوا تفتيح بتلاقوا شد رائع في البشرة بتلاقوا مرونة البشرة زادت حجز البشرة بترمم نتيجته رائعة بجد ميزة بزرق الكتان ده ان انت نفس المعلقة اللي انت عملت بيها المسك ده لبشرتك تقدر ان انت تاخديها تغليها تاني مع نص كباية مية بس من غير بقى القهوة وتعملي بيها مسك رائع جدا للشعر بنفس المعلقة فحاجة اقتصادية جدا وفعالة ويا سلام بقى لو انت المسك اللي طلع ده تضيفي عليه مثلا زيت زي اللوز زي جوبة زي جنين الامح اي نوع وتضربيه في الخلاط كده بيدي قوم حلم هيقلب كده لون ابيض تبدي ان انت تحطيه على شعرك وبعد كده بتخسريهم عايزة بقى اطبقوا معاكم على الشاشة انا كده طبقتوا على رشتي بالكامل حتى حوالين الفم واسفل العين اسيبه ينشف ويرجعلك تاني انا هخسله وارجع نشوف النتيجة مع بعض انا كده رجعتلك تاني بعد ما غسلت بشريتي المسك زي ما انتو شايفين بينور الوش بيدي نظارة حلوة جدا مع الوقت بيساعد على تفتيح وبيساعد ان هو يشد البشرة ولكن عايز اقول كذا ملخوضة لو في حد بشرته حساسة قوي يستغل عن القهوة لان القهوة ممكن تكون شريدة على بعض البشرات انا بشريتي ما عندهاش مشكلة مع القهوة لكن في ناس تانية ممكن بشرة تتحسس من القهوة وساعات هي بتكتفي بالجيل اللي بزرق كتان بس النقطة التانية الجيل ده طبيعته بينشف قوي على الوش لو انت سيبتيه ينشف قوي هيبقى زلته صعبة يعني هتحس ان انت مش قادرة ان انت تشليه وهتطر ان انت تفروكي وش الجامد عشان تشليه فده مش هيبقى حاجة كويسة الاحسن ان انا اسيبه عشر دقايق بالكتير او على حسب الجوي يعني المهم ان هو ما تسيبهوش ينشف على بشرتك اول ما تحس ان هو بدأ ينشف في اماكن معينة خلاص بدأ ان انت اخسليه تكرار المسكة قد ايه يمكنني عملوه مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع ان شاء الله اجربوه هيعجبكم جدا 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 لو الفيديو عجبكوا واسمعاتوا ايه معلومة جديدة بالنسبة لكم ما تنسوش تركوه في القناة وفعل الجرس تعملوه اجاب على الفيديو عشان يوصل لقب القدر بالناس ويستفادوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة